رعى سيادة المطران جمالد عيبس النائب البطريركي للاتين في الأردن الاحتفال الذي أقيم في كنيسة العذراء الناصرية الصوفية بمناسبة اليوبيل الذهب الكهنوتي للأب جهاد الشويحات وسط مشاركة واسعة من الأباء الكهنة والمؤمنين إلى التفاصيل في التقرير التالي بحضور سيادة المطران جمالد عيبس مطران اللاتين في الأردن ترأس قدس الأب جهاد الشويحات القداس الاحتفالي الذي أقيم في كنيسة العذراء الناصرية للاتين بالصوفية بمناسبة اليوبيله الكهنوتي الذهب وعاون الأب جهاد في القداس الأب أنطون هريمات راعي الكنيسة والأب حنك الداني بحضور الأخوات الرهبات وجمع غفير من أبناء الرعية وذوي الأب الشويحات ومحبيه وفي بداية القداس الذي تليت فيه آيات من الكتاب المقدس رحب الأب أنطون هريمات بسيادة المطراند عيبس والأب جهاد الشويحات حيث قدم الأب هريمات نبذة عن المسيرة الكهنوتية الطويلة للأب الشويحات وخدمته بمحبة وشغف للرعاية التي خدم فيها بالأراضي المقدسة الأردن وفلسطين وقال أبونا جهاد خمسون سنة من المثابرة والعطاء المتواصل دون كلل ولا تعب رغم حجم صليب الآلام والمرض الذي حل بك لكن وبنعمته تعالى استطعت أن تتغلب عليه وتكمل مسيرتك المنيرة فكم وكم من مرة انسكبت مياه المعمودية على جباه المئات والمئات من الأطفال وكانت يدك مع يدي المسيح التي أروت جباه هؤلاء الأطفال ليصبحوا أبناء الله كم من مرة منحت القربان الأقدس وكم من مرة أقمت الدبيحة الإلهية وفيها وفيها صليت لأجل إخوتك وأبنائك المؤمنين أحياء كانوا أم أمواب وكم من مريضاً سندته ومسحته وكنت البلسم له في ساعة مماته واليوم وبعد خمسين عام من من الكهنون ماذا حصدت حصدت ثناء المعلم الإله الذي يقول لك أحسنت أيها العبد الأمين الحكيم كنت أميناً على القليل سأخيمك على الكثير وفي عيضة القداس التي ألقها قدس الأب جهاد شويحات استعرض مسيرته الكهنوتية على مدى خمسين عاماً مقدماً الشكر لله أولاً على مكافأته له بأن يكون خادماً للرب المسيح وأمنا العذراء وللبطريقية اللاتينية التي احتضنته منذ بداية حياته الكهنوتية كما أشار في حديثه إلى قصة شفائه من مرض السرطان بشفاعة والدة الإله أم المؤمنين وفي ختام عظته قدم الشكر لفضائية نورسات من خلال مكتبها الإقليمي في عمان على مدى خمسين عاماً جددت صلاتي وأمانتي لله ومحبتي لأن أكون على مثال الراعي الصالح الذي يبذل نفسه في سبيل خرافه نعمة عظيمة لا نستحقها لأننا بشر والضعف البشر فينا مستحكم لا نستطيع أن نكبحه إلا بنعمة فادينا سيدنا يسوع المسيح أدعو الله أن يعطي كنيسته كهنة ورهبان قدسين فالحصاد كثير لكن العمل قليلون وأسرنا المسيحية في كل مكان في الأردن في فلسطين في الجليل في لبنان في سوريا في العراق ينقصها الكم الهائل من المكرسين لله أدعو الله لأجل الأسر المسيحية أن ينعم عليها بأعظم نعمة يمكن أن تنالها الأسر المسيحية أن يختار أحد أبنائها أو بناتها للكهنوت للرحبانية سكر خاص لنورسات اللبنانية التي تحمل رسالة التبسير والمحبة في كل مكان وترافقنا دائما في غداديسنا واحتفالاتنا الدينية لهم عميق سكر ومحبتي على نقل ذبيحة القدس في هذا النهار المبارك ونعمة ربنا يسوع المسيح تكون معكم دائما آمين كما أقيمت خلال الاحتفال صلاة لأجل الكنيسة والرعية شاركت بها جموع غفيرة من المؤمنين يا أبنى 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 يا خيرانان سلام لدينا مهلي صلاح صلاح لديا ماريا